مشاهدين الكرام في كل مكان سلام المسيح مع حضراتكم ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسبوعي عبر الكتاب لأكتر من 1400 سنة ويصر الإخوة المسلمون على أساس نصوص كتابية أو كرآنية على أساس نصوص كرآنية بأن المسيحيين بإيمانهم والدعائهم بأن المسيح ابن الله أن الله أكيد له زوجة فليمكن لله أن يكون له ولد دون أن يكون له صاحبة أو زوجة وهذا هو المفهوم الوحيد الذي يملأ أفكارهم والذي يشغل بالهم بأن المسيح ابن الله معناه أن الله تزوج وأن الله أنجب ابن وهذا الابن هو المسيح نحاول شمال يمين نقول إن المفهوم ده غلط لكن هما بيصروا عليه ويصروا على أن هذا هو الإيمان المسيحي أن الإيمان المسيحي ينادي بأن الله له كل المجد له صاحبة ومن خلال هذه الصاحبة أتى المسيح الذي هو ابن الله طبعا هذا المفهوم مفهوم بعيد كل البعد عن الإيمان المسيحي وعش كده أنوان حلقة النهاردة هو لماذا يصر المسلمون على أن الله له زوجة ليه بتصروا على أن الله له زوجة لم نقل ولا يستطيع أحد أن يدعي أن المسيحية تنادي بهذا فحاش لله وهتكلم ليه وهشرح إزاي لكن لماذا تصرون على المفاهيم الخاطئة عن الإيمان المسيحي لماذا يصر المسلمون على أن الله له زوجة ملخص الفكر القرآني الخاطئ عن المسيحية أستطيع أن ألخصه بالأخص فيما يتعلق بالله وبطبيعة الله وبشخص المسيح في النقاط التالية المسيح قال للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله وأنا أتحدى أي مسلم أن يأتي لنا بنص من الكتاب المقدس أن المسيح يقول للناس اتخذوني أنا وأمي إلهين من دون الله ولما نقول أن هذا النص غير موجود يقولك بأن تحرفته الإنجيل الإنجيل اللي معاكم ده مش هو الإنجيل الصحيح الله ثالث ثلاثة طبعا ده مفهوم الإسلام وليس مفهوم الكتاب المقدس وليس مفهومنا المسيحي عن طبيعة الله وعن أن الله واحد مثلث الأقانيم كويس حاجة ثالثة أن بديع السماوات له ولد وله صاحبة مين اللي قالي الكلام ده جبتها منين في أي آية كتابية سواء في العهد القديم أو العهد الجديد بنيت هذا الإدعاء أن المسيحيين يقولون أن الله له صاحبة وإنت جيت بقى تقول لا 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 الله ليس له صاحبة ده الملخص الإسلامي القرآني عن المسيح والله وأنا بقول أن هذا الفكر أو الإدعاء الخاطئ والاتهام الظالم للإيمان المسيحي مبني على عدة أسس هذا الإدعاء مبني على الآتي مبني على جهل تام بمضمون الكتاب المؤدس يأما القرآن جاهل بما يدعيه المؤمنين والمسيحيون وما كتب في الكتاب المقدسة وبالتالي وبالتالي المسلمون أيضا جهل بمضمون الكتاب المقدس جهل تام بمضمون الكتاب المقدس الحاجة الثانية جهل تام بمعنى ابن الله فابن الله عند المسلم ارتبطت بالتناسل الجسدي لا يمكن أن يوجد ولد أو ابن دون أن يكون هناك رجل وامرأة في علاقة جنسية وده اللي هنشوفه في الفيديو الأول نشوف إزاي هو بيرفض حقيقة أن المسيح هو الابن الوحيد ده بيجوتن سان فبقولك مش ممكن أود أن يكون المسيح هو الابن الوحيد إن لم يكن هناك تناسل وعلاقة جسدية نشوف علامة زمانه وهو بيكلم في هذا الموضوع شفتوا المنطق بتاعه إنه بيجوتن معناها إنه أتى بالتناسل فمن مع الله فمن الله أقام معه علاقة جنسية عشان يأتي بالولد هو ده كل فكره ده كل اقتناعاته عن مفهوم ولقب ابن الله في الكتاب المعادس وزي ما قلت ده أنا صاب زمانه ما طلعش علامة زمانه شوف فيديو آخر بيأكد نفس الحقيقة يعني مش واحد بس اللي بيقول كده لا لا ده فيه كلهم بيقولوا نفس الفكرة شوف الفيديو الثاني اللي بيقول بنفس الحقيقة من من اليهود أو النصارى قال إن لله صاحبة اليهود أم النصارى تبدي دليل سكت شعيخ ما يوجد أمة قالت إن لله صاحبة لا اليهود قالوا لله صاحبة ولا النصارى قالوا لله صاحبة أقول بلكم المنطق لأنه سور المنطق اللي بيبني عليه هنا هو قالبها علشان يوصل إلى حاجة مين قال أنا لله صاحبة أيه النص اللي بنى عليه سواء اليهودي أو المسيحي أنا لله صاحبة فقالوا له النصارى قال تبهت لي نص فهو ما فيش نص كبايز لكن هو المنطق بتاعه بما أن المسيحيين قالوا بأن المسيح هو ابن الله يبقى أكيد لله صاحبة ده المنطق كم الفيديو قالوا لله صاحبة واضح لماذا يأتي في القرآن نفي الصاحبة لأنهم نسبوا إلى الله الولد ولا ولد إلا بصاحبة ولا ولد إلا بصاحبة فنفى الله عز وجل الأمر كله ولا ولد إلا إيه بصاحبة مش ممكن يقدر يخرج بره هذا الإطار الفكري التناسلي البيولوجي أنه مش ممكن يوجد ولد بدون صاحبة وبما أن المسيحيين يقولون بأن المسيح هو ابن الله يبقى أكيد المسيحيين يؤمنون بأن الله له صاحبة طب ده تفهمه إزاي ده الأمر الوحيد اللي يفتح زهنه وبصرته هو شخص الروح الكدس لأنه مصر على هذه المفاهيم الخطئة وإحنا ما عندناش أي نصوص في الكتير المؤدس أبداً ولا يوجد أي نص يقول أن المسيح قال الله لهم اتخذوني وأنا وأمي آلهة من دون الله جابوها منين متعرفش فهو جهل تام بمعنى وانا أشرح معنى ابن الله جهل تام بمعنى ابن الله حاجة التالتة هو مزج مبين الإيمان المسيحي والعبادات الوثنية ولم يفرق مبين الإيمان الصحيحي السليم وبين العبادات والهرطقات الوثنية لكن أعتقد الادعاء ده مبني على أمر رابع عشان أثبت أن أنا صح أنا لازم أشوه اللي قدامي عارفين المبدأ ده المبدأ اللي هو يعني تشويه اللي قدامي عشان أنا أظهر أن أنا كويس ده في ناس كتير بالشكل ده سوري أنه هو يشوه الإيمان المسيحي فبالتالي يخلاله الجو ويوصل مفاهيم خاطئة عن الإيمان المسيحي ليست حقيقية لكي ما يشوه الإيمان المسيحي بمجماله ده دي الدوافع أو الأسس اللي بني عليها هذا الإدعاء الخاطئ عن شخص المسيح وعن طبيعة الله بيس دورنا هنا نعمل ايه نحاول نصحح على قدم ربنا يدينا نحاول نصحح ونقدم المفهوم الكتابي اللي بيعلمه لنا الرب من خلال الكلمة المكتوبة عش كده لما أقول جهلي تام بتعليم الكتاب المقدس عن شخص الله أن من يقول أن المسيحيين يؤمنون بثلاثة ألهة وأن المسيحيين يقولون القولهم بأن المسيح هو ابن الله معناه أن الله صاحبة هو يجهل الكتاب المقدس وتعليم الكتاب المقدس عن شخص الله طيب قبل ما أكمل أخلينا ناخد الأخ ماتة من العراء هلو سلام المسيح سلام المسيح أخي سيس الرب بارك خدمتك أنا أشكرك وهنيك بنفس الوقت على هذا الموضوع الرائع جدا هذا الموضوع جدا مهم وموضوع في صميم حقيقة أنا يعني مهتن في دراسة هذا الموضوع بشكل دقيق في البداية المشكلة ليست فقط أنه الكتاب المقدس لم يقل بأن الله اتخذ زوجها وأنجب ولد حاشة طبعا لكن المشكلة الأعظم المشكلة الأعظم أنه أحنا لو ذهبنا وفتشنا في تاريخ الهرطقات اللي جاءت قبل الإسلام وراح أن تمثل مثلا القديس أبيفانيوس حين ذكر في كتابه البانرايون تقريبا 85 هرطقة لا نرى أي هرطقة من هؤلاء ادعت بالوصف الإسلامي أن الله اتخذ زوجها يعني حتى لو نأخذ أكو طائفة اسمه أنا آسف لا ما عندي التعريب أنا عندي النسخة الإنجليزية فحتى لو أخذنا الكوليروديانيزم اللي هي من آخر ثلاث هرطقات في الكتاب الجزء الثالث راح نشوف أن هؤلاء الناس اللي اتخذوا العذراء كإله لم يقولوا ولم يذكروا أنها تزوجت وهم كانوا أصلا لم يكونوا في جزيرة عربية كما يذكر القديس الفانس يعني هم كانوا في جنوب شرق اليونان وغرب الأناظول إذن لا يوجد لدينا أي نص تاريخي أو أي أثر يثبت أن هناك كان الطائفة أفواً مطائفة وإنها هرطقة لم يوجد هناك أي هرطقة أصلا تدعي هذا الادعاء المشكلة الثانية وهذا النقطة المهمة أنا أسف ممكن رحلها لا لا فضل بس المشكلة الأخرى اللي تثير الشك في هذا الموضوع مثل ما افضلت أنه تشويه وهذا التشويه وضع مثل ما نقول تاتش خاص بين الإسلام أنه سمى المسيحين نصارى مع العلم لو نحن نذهب إلى التاريخ الموثق الذي وصل إلينا لا يوجد شيء اسم نصارى يوجد هناك ناصريين يعني حتى القديس أففانيوز ذكر هناك ناس ناصريين نعم لكن عقيدتهم طبعاً مختلفة جداً عن هذا الشيء يعني لا تبت إلى أي صلة بهذا فإذن هو جعل الإسلام جعل تشويه الحقائق في كتاب لسيدني غريفف باحث محترب هنا في الورد ذكر هذا الشيء قال أنه ذكر توه صورة المسيحين من أجل رفع سقف الكراهية وتبرير الغزو هذا صح هذه هي النقطة لحجر الزاوية بالنسبوع أنا أشكراك وأنا أشكرا شكراً لك شكراً أخي مات شكراً لك وناس عاد دايماً بمداخلتك شكراً لك شكراً أروايك زي ما يقول أنه ده جهل تام هذه الاتهامات مبنية على جهل بالكتاب المقدس وأعتقد أعتقد أنه ما قيله في القرآن مبني أيضاً على جهل بمضمون الإيمان المسيحي المستقيم والحقيقي ليه؟ لأن الكتاب المقدس بأول آية في الكتاب المقدس بيقول لي فيها أن الله واحد خالق السماء والأرض فلا نجد لله صاحبة ولا نجد لله ابناً كما يدعون أو ولداً كما يدعون الله خالق السماء والأرض أول آية في الكتاب المقدس بتقول لي بتقول في البدء خلق الله السماء والأرض وهنا ربنا بيدخل علينا كبشر من خلال الكتاب المقدس ليؤكد وحدنيته ويؤكد أيضاً رببوته على كل ما في السماء وعلى كل ما في الأرض أنه واحد كل الأساطير البابلية القديمة والأشورية والأكادية وغيرها ما عندهاش الله الواحد مش موجود ده بالعكس هذه الأساطير قصص الخلق اللي مذكورة فيها مبنية على تعدد الألهة مبنية على تعدد الألهة أما الله فإله واحد ناخد الأخت أم بيتر من العراء ألو ألو أهلين أهلاً وسهلاً بحضرتك أهلاً بيك أنا عندي سؤال تضعلي للأخوة المسلمين وإذا عندك يعني رد يا أخي العزيز أرجو أنه يعني تجاوبني لمن راحوا الهجرة الأولى لملك الحبشة أهلاً لمن أتلوا عليه آية من سورة مريم يعني جزء من سورة مريم هل كانت موجودة سورة مريم في هذاك الوقت من الهجرة الأولى بما أنه الإسلام كان بدايته يعني هذا السؤال محيرني أو هم يعني الإسلام يمشون هاي السؤال على الإسلام وعلى المسيحية وأنه كان عندهم سورة مريم بوقتها وكانت نازلة يعني أنا أريد الجواب لهذا السؤال طيب شكرك شكراً لك أنا خلي الجواب شكراً لك خلي الجواب يا أما الأخ وحيد الأخت أماني يقدروا أنه هم مرة يجاوبوا على هذا السؤال لكن هي الفكرة هي الفكرة اللي عايزة وصلها هنا أنه أنه فعلا ما يعتقد الكرآن عن المسيحية ليس هو الإيمان المسيحي القويم وليس هو الإيمان المسيحي منذ نشأته وعش كده بنأكد أنه ما بني بني على باطل وهذه دعاية باطلة ليس لها أساس من الصحة ليه لأنه حتى الكتاب المؤدس بيقول ليه بيقول ليه هذا الإله الوحيد خالق السماء والأرض اللي بيقول في البدء خلق الله سمواته والأرض هو وحده مستحق العبادة ماذا قال الرب لشعبه عندما أخرجهم من أرض مصر ما هي أول وصايا العشر المنصوص عليها في سفر الخروج وفي أصحاح عشرين يقول كده يقول كده أنا الرب يقول كده أنا الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر من بيت العبودية أو الوصية لا يكون لك آلهة أخرى أمامي إذا هو أنت ما عندكش الصحبة لا أنا ما عندي الصحبة حاش لله أن يكون له صحبة لأكتر من سبب هتكلم عنها لكن أهم سبب لأن الله روح بيعلمه لنا الكتاب ولأن الله موجود بذاته ولأن الله مكتفي بذاته وليس ناقذ في شيء لا يكون لك آلهة أخرى أمامي لا تصدع لك تمثالا منحوطا ولا صورة ما من من في السماء من فوق وما من على الأرض من تحت وما في السماء ملأ في الماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن وصية مانعة أنه للإنسان أنه حتى يفكر أنه يعمل إله مع الله هو دايما دايما المسيحي أجي إلى حقيقة أخرى طبيعة الله خلينا أخذ الآية الأخرى دي تسنية ستة وفي عدد أربعة إلى إلى تمانية يقول اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد فتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل قوتك ولتكن هذه الكلمات التي أنا أصيك بها اليوم على قلبك وقصها على أولادتك وأتكلم بها حين تجلس في بيتك وحين تمشي في الطريق وحين تنام وحين تقوم واربطها علامة على يدك ولتكن عصائب بين عينيك واكتبها على قوائم أبواب بيتك وعلى أبوابك إنه إيه؟ إنه الرب إلهنا رب واحد رب واحد ليس له صاحبة وليس له نسل أبناء الحقيقة دي حقيقة مهمة جدا لأنه أيضا اتهام الإخوة المسلمين دايما من ناشئة الإسلام بأن المسيحيين يقولون أن الله له صاحبة وأن المسيح ولد من الله ومن الصاحبة وحاش لله وحاش كده خليني أخذ فيديو رقم أخذ فيديو رقم خمسة دلوقتي وفيه طبعا بيقول بيقول آه إنه الكرآن والإسلام لم يصف الله بأنه أب خوفا من أنه المسلمين يشوهوا الأب ويدعوا أن له أبناء كما فعل المسيحيين خلينا نسمع نصاب زمانه ونرجع نعلق عليه الله سبحانه وتعالى في أخير وإنه إذا كان هناك شيء مثل التسلمين أو التسلمين القرآن هو التسلمين في أخير التسلمين لا يستخدم أب هو التسلمين هو آخر آخر عهد أو آخر يعني إعلان بالعافية بيفرض تفرض علينا القرآن على إنه آخر إعلان بالعافية يعني آآ العهد القديم والعهد الجديد وخلاص وخلص جيب بقى العهد الإسلامي كرآني ماشي إيه بقى اللي قدمه لنا نسمع يقدم لنا يعني القرآن حرم الإنسان من أجمل لقب ممكن يلقب به الله خالق السماوات والأرض وهو أنه أب وفصل الإنسان عن الله وجعل الإنسان مجرد عبد مخلوق يعيش في خوف ورعب من هذا الإله يقول لك لأن المسيحيين اللي قبل كده أساءوا فهم الأب فجعلوا للأب ابن هو ما زال مصر على أنه لا يمكن لله أن يكون عنده ولد إلا إذا كان له صاحب كويس؟ أشكده فيديو رقم ثلاثة بيأكد الحقيقة دي فيديو رقم ثلاثة بيأكد الحقيقة دي بيقول أنه الله لا يمكن أن يكون له صاحب الله لا يمكن أن يكون له ولد لأن الله لا يمكن أن يكون له صاحب ناخد الفيديو رقم ثلاثة ونعلق بديع السماوات والأرض أي منشئ السماوات والأرض على غير مثال سابق فكيف يكون ماذا؟ فكيف يكون معه شريك؟ وكيف يكون له ابن أو بنت؟ فلذلك قال بديع السماوات والأرض أنه أي كيف أنه يكون له ولد سواء من ذكور أو إناث ولم تكن له صاحبة أي زوجة اسمع أي شيخ بيحاول يشرح ابن الله ويقدم أي حاجة عن ابن الله هتلاقيه بيكلم عن البنوة التناسلية بس هو ده كل فكر المسلمين عن ابن الله بنوة التناسلية طيب أجي إلى حقيقة مهمة طبيعة الله ليمكن أبدا أن الله يكون له صاحبة أو ليمكن أبدا أن الله يكون له ابن بالتناسل كما يفهم المسلمين ليه؟ لأن الله واحد طبيعته هو واحد وده إيمانا المسيح في عهدي القديم والجديد الله واحد حتى الرب يسوع لما قال له ما هي الوصية الأولى والعظمى قال تحب الرب إليك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك ده سنية ست الله واحد الله الواحد ده موجود بذاته موجود بذاته أزلي أبدي مكتفي بذاته لا يحتاج في وجوده لشيء لا يحتاج لزوجة ولا يحتاج لواد هو لا ينقص شيء وهو روح الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي أن يسجدوا لأجل هذا فكرة فكرة البنوة التناسلية البيولوجية الجسدية عمرها ما كانت هي المعنى لأن المسيح ابن الله في الفكر المسيحي وللأسف المسلم ما بيحاولش أنه يبحث ويفتش ويقرأ عن معنى ابن الله بحسب المفهوم الإيمان المسيحي لكن هو دايما يرجع للآيات القرآنية اللي بتهاجم حاجة مش موجودة في المسيحي هو بيصنع عدوه لنفسه بيصنع يعني حاجة كده لنفسها يهاجمها عشان يبقى بطل هي مش موجودة أساسا الله بيدين عبادة الأوثان وفي العهد الأديم عبادة الأوثان ارتبطت بالنجاسات وارتبطت بالأمم وعباداتهم في عبادات الأمم أيضا كان هناك تعدد الأليهة كان هناك الإله الذي له زوجة وله أبناء دي كلها عبادات وثنية الرب أتى بالدينون عليهم لأجل هذه العبادات وحذر شعبه مرات ومرات منه ما أوعى أني أنت تفكر أنك تشارك الأوثان تشارك الأمم في عباداتهم للأوثان نرى كده ربنا بيوبخ أرمية وبيقول أنه هيأتي بالسبي البابلي وأنه مدينة أرشليم هتخرب وأنه الشعب دوًا هيقتل لأنهم عبدوا الأوثان يقول كده أما ترى ماذا يعملون في مدن يهوزة وفي شوارع أرشليم الأبناء يلتقطون حطبا والأباء يوقضون النار والنساء يعجلنا ليصنعنا كعكة لملكة السماوات تخيلوا الأسرة اليهودية اللي ربنا فداها وخرجها من أرض مصر وقال لهم لا يكن لك أليهة أخرى أمامي لا تصنع لك تمثالا منحوطا والرب حذرهم مرات ومرات من عبادة الأوثان ربنا يقول لأرمية شايف اللي بيعملوه شايف اللي بيصنع في مدن يهوزة بيعملوا إيه الأبناء بيلتقطوا الحطب والأباء بيولعوا نار والأمهات بيعملوا كعك عشان يقدموه لملكة السماوات ولسكب سكائب لآلهة أخرى لكي يغيزوني أفإيايا يغيزون يا كل رب أليس أنفسهم لأجل خزي وجوههم لذلك هكذا قال السيدة رب ها غضبي وغيزي ينسكبان على هذا الموضع وماذا كانت النتيجة خراب أرشاليم وضمار الهيكل وسبي الأحياء دا ينونة الله الأمم هما اللي كان عندهم ملكة السماوات وشعب إسرائيل تمثل بالأمم كمان يقول لنا في نفس السفر في أصحاح أربعة واربعين إننا لا نسمع لك الكلمة التي كلمتنا بها الشعب بيقوله الأرمية النبي إحنا مش عايزين نسمع لكلامك الكلمة اللي انت كلمتنا بها باسم رب مش هنسمعها إلى أي مدى هذا الشعب كان عنيد بل سنعمل كل أمر خرج من فمنا فنبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب كما فعلنا نحن وآباؤنا وملوكنا وروسائنا في أرض يهوزة وفي شوارع أرشاليم وبعدين كل الخير اللي ربنا ادهلهم نسبوه للأوثان اعتقدوا إن عبادتهم لملكة السماوات وللأوثان الأمم هي سبب الخير فبيقولوا رحنا من ساعة لما عبدنا ملكة السماوات وأيضا وسكبنا سكائب لها فشبعنا خبزا وكنا بخير ولم نرى شرا ولكن من حين كففنا عن التبخير لملكة السماوات وسكب سكائب لها احتجنا إلى كل وفنينا بالسيف والجوع ويسكننا نبخر لملكة السماوات ونسكب لها سكائب فهل بدون رجالنا كنا نصنع لها كعكا لنعبدها ونسكب لها سكائب يعني احنا كلنا كنا بنشترك وعشان كده كلنا كنا بنتبارك إلى أي درجة الخطيئة ممكن تعميعين الإنسان وزي ما قلت الله لا يترك الخطيئة دون عقاب الله بيدين وأدان ملكة السماوات ملكة هشامايم أو ملكة هشامايم هي تعتبر ملكة زوجة للبعل ده عند الأمم مش عندنا احنا ولا عند اليهود في نمسهم ده عند الأمم ده دي الخطيئة اللي فعلها شعب إسرائيل مش كده يقولي ملكة السماوات هي عشتروس أو عشتارت هي واحدة من أشهر الأوثان البابلية الأشورية والكنعانية وهي زوجة البعل وقد ارتبطت عبادتها بالزنا وممارسة الفحشاء هي ربة الأمومة وأم الربات سماها اليونانيين استيرتي وكانت مشهورة عشتارت وكانت الأمم بتعبدها ومع عبادتها للأوثان أتى دي نونة الله على الأمم للأسف الشديد وبقول للأسف لأن شعب إسرائيل حب أنه يقلد الأمم يتمثل بيهم فانجذب نحو إيه أليهاتهم وسليمان الذي استخدامه الرب وكان إنسان طقي في بداية حياته نتيجة لزوجاته الكثيرة أملنا قلبه كل واحدة ما تيجي معايا بقى ما دام أنت بتحبني ما تيجي معايا الهيكل اللي أنت بنيته للإله بتاعنا وتقدم معانا وبدأ سليمان يتنازل عن الله الحي يهوى ويروح مع فلانا ويروح مع اللانا من زوجاته وابتدأ قلبه يميل عن الرب يميل عن الرب وعمل إيه سليمان زي ما قلت بقول هنا عشتروس كان من ضمن الآلهة الوثنية التي أدخلها سليمان إلى إسرائيل وازدهرت جدا عبادة ملكة السماوات في أيام ملك منسة عش كده يقول لنا الكتاب الرب هنا بيكلم عن سليمان يقول لأنهم تركوني وسجدوا لعشتروس آلهة الصيدانويين ولكموش إله المؤبيين ولملكم إله بني عمون ولم يسلكه في ترك اللي يعملوا المستقيم فعنيا وفرائدي وأحكامه الإنسان ترك الرب الحي وعبد الأوسان وعش كده زي ما قلت دينونة الله الله لا يترك هذه الخطيئة دون دينونة يقول كده لا تصنع لك تمثالا منحوطا ولا صورة ممن في السماء من فوق وعلى الأرض من تحت وما في السماء من تحت الأرض لا تسجد لهن ولا تعبدهن ليه لأني أنا الرب إلهك إله غيور أفتقد ذنوب الأباء في الأبناء في الجيل التالت والرابع من مبغضية وعشان الإخوة المسلمين ما يفهموش العبارة دي غلط إنه الله إزاي الله بيفتقد ذنوب الأباء في الأبناء العبارة المفتاحية أو الكلمة المفتاحية اللي فاعم هذا النص هي فيه مبغضية يعني الجيل التاني والتالت والربع استمروا في بغضتهم للرب بيروح جاي بكل الشيل على بعض من الجيل الأول للجيل الرابع يدينهم لأنهم أبغضوا رب الله إله ديان كمان ربنا بيحذر شعبه في سفر التسنية وأصحاح سبعة وعدد ثلاثة إلى خمسة يقول ولا تصاهرهم بيكلم على الأمم ما تديش بناتك ليهم ولا تاخد ولادهم لبناتك ولا تصاهرهم بنتك لا تعطي لابنه وبنته لا تأخذ لابنك لأن الخطورة أي لأنه يرد ابنك من ورائه فيعبد آلهة أخرى وعش كده كثير من مؤدس بيحذرنا في العهد الجديد إنه لا شركة للنور مع الظلمة ما ينفعش ما ينفعش إنسان مؤمن بالمسيح يرتبط بإنسان ما لهاش علاقة بالمسيح ما ينفعش لأن الخطورة موجودة لأنه يرد ابنك من ورائه فيعبد آلهة أخرى ولما يحصل كده فيحمى غضب الرب عليكم ويهلككم سريعا ولكن هكذا تفعلون بهم تهدمون مذبحهم وتكسرون أنصابهم وتقطعون سواريهم وتحرقون تمثيلهم بالنار أجي إلى نص آخر مهم يقول كده وتمثيل إلهتهم تحرقون بالنار طبعا التمثيل دي بتكون معمولة من الحجارة في أغلبها لكن كمان بتكون حسب غنى الشخص أو غنى المدينة ممكن يطلوها بالذهب أو بالفضة طيب أنا دلوقتي جاي علشان أحرق هذا تمثيل بالنار فبس تخسر أقول الفضة خسارة والذهب خسارة يجي ربنا يقول لا تشتهي فضة ولا ذهب مما عليها الفضة والذهب حتى اللي عليها أوعى تشتهي لتأخذ لك لألا تصاد به لأنه رجس عند الرب إلهك ولا تدخل رجسا إلى بيتك لألا تكون محرما مثله تستقبحه وتكرهه لأنه محرم لأنه محرم حرام مش حلال بيس هنا يقول اللي هيحصل لمدن يهوزة نتيجة عبادتهم للأوثان وملكة السماوات كخزي الصارك إذا وجد هكذا خزي بيت إسرائيل عرف لما تقبل تمسكوا واحد حرامي كده دخل بيت يسرق فتمسكوه بقواقف وحاطة توشه في الأرض كخزي الصارك إذا وجد هكذا خزي بيت إسرائيل هم وملوكهم ورؤسائهم وكهنتهم وأنبياءهم قائلين للعود أنت أبي قائلين للخشب أنت أبي وللحجر أنت ولدتني لأنهم حولوا نحو القفى للوج وفي وقت بليتهم يقولون كم وخلصنا فأين آلهتك التي صنعت لنفسك فليقوموا إن كانوا يخلصونك في وقت بليتك لأنه على عدد مدنك صارت آلهتك يا يهوزة عبادة الأوسان مكرهة عند الرب فالكتال المؤدس كله بيعلمنا كل الآيات دي اللي أنا جبتها بتقول لنا الآيات اللي أنا جبتها دي كلها مكتابة بتقول لنا أن الله واحد وليس له شريك لا زوجة ولا ابن ولد كويس وإنه أي فكر لجعل إله آخر شريك مع الله هو فكر وثني وبسبب هذه الأفكار وهذه العبادات بتأتي دينونة الله على الإنسان وييجي واحد يقول لا 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 أصل انتم بتعبدوا ثلاث أليعة أصل المسيح قال للناس اتخذوني أنا وأمي إلهين من دون الله هو ده مبني على جهل بالكتابة المؤدس وبتعليم الكتابة المؤدس ماذا يقول القرآن بقى القرآن بيتهم المسيحين شوفوا بعد كل اللي أنا قلته من التعليم عن أن الله واحد وأنه هو خلق السماء والأرض وأنه هو وحده مصحك السجود والعبادة وأن الوصاية بتقول أنه الرب إلهك تسجد وإياه وحده تعبد وأنه لا شريك له أنه ليس له زوجة وأن الأمم الذين عبدت الأوسان أدانها الرب ييجي بقى القرآن يقول ليه يتهمني أنا ويتهم الإيمان المسيحي بأن احنا بنا الدعي وبنقول إن لله شريك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله من دون الله قالها فين دي يبتهم منين أنت بنتها على أي نص كتابي ما يقدمش جواب يقول لك أصله هي كانت موجودة بس أنت شلتوها حرفتوها لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة مين اللي قال أن الله ثالث ثلاثة هو عدم فهمك للثلاث الأقدس يعطيك الحق أنت تتهم غيرك وتكفره طب أنت مش فهم أنا مالي ما تحاول تفهم إنما ما يدي لكش الحق أنك تتهمني بالكفر بديع السماوات والأرض إني يكون له ولد ولم تكن له صاحب إزاي يكون له ولد من غير ما يكون له صاحبة يعني هو عايز يقول لي إدون يعقولكم إدون يعقولكم إزاي يكون المسيح هو ابن الله والله ليس له صاحبة ومين قال لك إن نحنا بنقول المسيح ابن الله بالمفهوم اللي أنت بتفهمه مين قالك كده ده مفهوم كنت الخاطئ الله ليس له صاحبة ولم يتخذ الله صاحبة ولم يقل أبدا المسيحيين أن الله له صاحبة وعش كده زي ما قلت أن الملخص الفكر القرآني الخاطئ عن المسيحية في تلات نوعات المسيح المسيح قال نأخذ الحمد لله نشكر ربنا أننا بنشوف عابرين كتير جدا 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 بيبحثوا وبيعرفوا الحق فين وبيرجعوا لله الخالق الوحيد طبعا نشكر ربنا الحمد لله يعني أنا بشوف العابرين دول يعني شهلا ربنا يزيد ويبارك حاجة تسعدنا وتفرحنا طبعا إن الله يعمل بقوة الحمد لله إنهم بيدوروا وبيعرفوا الحق فين ويرسوه آمين ربنا شكرا لك وستديني ما فيش حد أبدا بيطلب الرب والرب اللي يوجد له الإنسان اللي بيدور بصدقه بحق عن شخص الله وبيطلب من الرب إنه يقود خطواته ربنا عمر ما بيبخل عليه صحيح لأن ربنا عايز الكل يخلصون ولا معرفة الحق يطللون ده صح ده صح يعني ربنا مش عايز يهلك حد أبدا طبعا طبعا شكرا لكي شكرا لأجل مدخلتك وانا سعد دايما بوجودك معنا تعيش يا دكتور شكرا ربنا معك آمين ف زي ما قلت الفكر الأولاني عن المسيح إن المسيح ليس الله هو مجرد نبي وهو اللي قال للناس اتخذوني أنا وأمي إلهيني من دون الله فكر التاني عن المسلمين إنه الله ثالث ثلاثة المسيحين بيؤمنوا بتلات آلهة تلات آلهة ازاي يعني زي ما زي ما زي ما محمد التاعب في مرة عمل فيديو كان بنسبالي يعني صدمة إنه 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 صور نفسه في الفيديو بتلات تلات مرات بس كل مرة لابس تشيرت مختلف بيس فأنا هنا وأنا هنا وأنا هنا إحنا تلات وهذا هو الفكر المسيحي عن الثالوس وبعدين هيحلها إزاي معلشان مش قادر يفهم البنوة الروحية ومش معندوش غير البنوة التناسلية فقال لك مش ممكن يكون هناك ولد إلا إذا كان هناك صاحبة أن الله صاحبة طب هل المسيحيين قالوا كده هل هل المسيحية بتعلم كده هل الكتاب المؤدس كتاب المؤدس مع هديه القديم والجديد هل الكتاب المؤدس فيه هذه التعليم فين ما احنا ايماننا مبني على كلمة الله ايماننا مبني على كلمة الله فين في كلمة الله أن الله لا يصحب فين طيب وما إيه اللي حصل طب هو جاب الفكرة دي منين القرآن جاب الفكرة دي منين ما زي ما احنا بنقول بالمصري ما فيش نار بدون دخان يعني او ما فيش دخان بدون نار مدام شفت الدخان يبقى اكيد فيه فيه نار طب هو هو جاب الفكرة دي منين جاب الفكرة دي منين زي ما الأخ متى كلمنا في البداية او الاتصال انه هناك كانت فيه بدع كثيرة ما اكثر البدع ولا هرتقات لكن ليس كل بدعة هي مسيحية ده بالعكس الكنيسة هاجمت هذه البدع وفصلت وحرمت من ينادون بها وهذا البدع انتهت مع الوقت بيس بدعة المريمين يمكن كانت اشهر واحدة اصحاب هذه البدعة كانوا من المصريين القدماء مصريين الذين كانوا يؤمنون بالثلاث المصري اوزوريس وايزيس وحورس واوزوريس هو الرجل الذي تزوج من ايزيس وانجبه حورس وهي اسطورة قديمة ويمكن في مرة كلمت عن الديتيلز بتاعها تفاصيلها قلت لا يمكن ابدا تكون من قريب او من بعيد لها علاقة بالمسيحية وبالايمان المسيحي لكن اوات كتيرة في ناس زي سيمون الساحر اللي بنقرأ عنه هو انجذب للمسيحية لكنه قلبه لم يتغير من الداخل هو انجذب للمسيحية لانه رأى عمل الروح القدس ونروح القدس بيعطي مواهب فقال لك انا ده ما اكسب عيش ده اكل عيش حلو قوي ده انا حط ايدي على الناس والناس تبدأ عندها مواهب روحية وناخد من كل واحد ارشين ثلاثة اعمل فلوس فدخل عندما منطقة منطقة الجزيرة كانت شبه الجزيرة العربية بيه اصحاب البدعة وبأصحاب الهرتقات اللي جايين من الشام من فوق واللي جاي هربانين من مصر واللي هربانين من اسيا صغرى كلهم يروحوا فين يروحوا شيء بالجزيرة العربية بعيدة عن الرومان بعيدة عن الكنيسة بعيدة عن العين وبيئة مليانة جهل فاخصى بيئة لانتشار البدعة والهرتقات كانت الجزيرة العربية كويس فالأب الله هو الأب والأم هي مريم والابن هو المسيح الكنيسة زي ما قلت حرابت هذه البدعة مما اضطر أصحابها للهجرة إلى الجزيرة العربية حيث وجدوا البيئة الخصبة لنشر أفكارهم وسط مجتمع جاهل أجي بقى إلى نقطة مهمة طيب حضرتك بتتكلم دلوقتي في كتير مؤدس عن أن المسيح هو ابن الله ماذا يعني أن المسيح ابن الله المسيح ابن الله وعلى فكرة احنا مش هنتعب نكرر اللي بنقوله لأنه في التكرار تثبيت للحق ماذا يعني أن المسيح ابن الله هل البنوة هنا هي بنوة جسدية أحاشا وإنه لا يمكن لله لأن الله روح ومكتفي بذاته إذن ماذا يقصد الكتاب بالقول لأن المسيح هو ابن الله وأنا عندي فيديوهين صغيرين هنسمعهم ولو في وقت هعلق عليهم بسرعة شديدة ناخد فيديو للبابا شنودة الأول كام سانية وبعدي ناخد فيديو الأخ وحيد أيضا وهم بيكلموا عن ابن الله وماذا يعني ابن الله صاد لكن الميلاد في إلا هو زي ما العقل يلد فكرا والعقل وفكره كيان واحد والعقل يلد فكرا مساويا له في الجوهر يعني إذا كان عقل زكي يلد فكري زكي ولما العقل يلد فكري ما ينفصلش عنه يعني أنت عقل كل الأفكار لسا الأفكار في مخلق فيلده والفكر يخرج منه ويظل الفكر بواك كان إيسى بن مريم هو ابن الله من هو ابن الله من هو جد الله لماذا الله خلق فقط شخص واحد هو إيسى لماذا لم يخلق أشخاص قسرين علوماتك عن المسيحية بائسة وفاشلة وخاطئة وقرآنية أنت ما بتعرف إلا ابني يعني نسل يعني إلهك تزوج بابنة عمران وخلف ده فهم إسلام عقيم ستجد في سورة التحريم إتناشر لكن في عقيدتنا المسيحية ابن الله معناه كلمة الله معناها نطق الله العاقل وعقله الناطق فالكلمة بنت العقل مش بس عندنا بس بنوة جسدية في بنوة جسدية في بنوة انتسابية في بنوة ذاتية فالمسيح ابن ذاتي بمعنى أنه الكلمة المولود من ذات الله الفيديو هندو المهمين جدا وانا حاول ألخص اللي تقال فيهم بالآتي ابن الله معناها أن المسيح ابن الله بمعنى أنه نطق الله العاقل وعقل الله الناطق الكلمة بنت العقل أي المولود من ذات الله ابن الله تعبير أيضا أراد بالوحي الإلهي أن يقرب معنى اللهوت الذي ظهر في المسيح بالله الذي لم يره أحد قت أي أنهما من جوهر واحد المسيح ابن الله تفيد أن المسيح من جهة اللهوت مساوي لله المسيح من جهة لهوته هو ذات الله معلنا أو ظاهرا في سورة إنسان كلمة الله المعبر عن عقل الله وفكر الله ده المقصود بالمسيح ابن الله لكن لا يمكن أبدا أن نقصد به المسيح ابن الله جسديا وتناسليا إلى أن نلتقي في حلقة جديدة سلام المسيح يكون معكم وقوم بقديمال ترجمة نانسي قنقر وفكره ترجمة نانسي قنقر